هبوط اضطراري لطائرة ماليزية بسبب ثعبان انتشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية يظهر طيف أفعى تحرك ذيلها في داخل مساحة مغلقة مخصصة للإنارة في السقف ووصف الحادث بأنه نادر للغاية حيث تسبب الثعبان في تحويل مسار مسار في تحويل مسار الرحلة وأجبرها على الهبوط اضطراريا في مدينة كوتشينك الماليزية واتخذت الشركة قرارها الحاسب بعدما لاحظ الركاب ثعبان على متن الطائرة فقرر قائد الطائرة تحويل مسارها احترازيا لتطهيرها بالبخار وتداول رواد تيك توك مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح الإضاءة العلوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تواوى ونقل الركاب بعدها عبر طائرة أخرى إلى وجهة من نهائية قال قائد الطائرة ما ندري كيف تسلل الثعبان لداخل الطائرة وما ندري هل أحد الركاب هو صاحب هذا الثعبان وإلا الثعبان متوحش كذا جاء من الغابة المهم أن الشركة شركة الطيران قالت أن الموظفين فتشوا الطائرة بحثا عن الأفعى بعد هبوطها في كوتشينج لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم العثور على الثعبان أو لا يعني دوروا أظهر أنهم شافوا ظلال الثعبان وخافوا وغيروا مسار رحلة ووقعت الطيارة بعدين يوم نزلوا الركاب قالوا أفراد الطاقم يعني بندور الثعبان هذا ودور دور يا حبيبي ما لقوا شيء فالظهر أنهم خافوا من ظلال الثعبان هذا لا فلا ثعبان ولا شيء اي تخيل أبو رجيك أنه أنت مجرد ظلالك يخوف هذا كثير قالوا لي أنت كذا قالوا لك كثير الله ما شاء الله أترك هذا حتى ظلي يخاف مني خلي أشوف ايو ظلك مو بموجودة شفتك شفتك قايل لك في بعض الأظراب قايل لك قايل لك قايل لك شفتك